اشتركوا في القناة صحة وسعادة ان شاء الله بنتطرق لمواضيع صحية وطبية اتهمكم وتفيدكم ونستقبل استفساراتكم واقتراحاتكم ومداخلاتكم ان شاء الله قبل ما اعرض عليكم ارقام التواصل ارحب فريق العمل ايانا اليوم في الاعداد يوسف سعد في التنسيق ميرا القفلي في الاخراج عيسى سبير ويشاركني الحلقة اليوم محمود يوسف صبحكم الله بالخير جميعا اسعد الله صباحك دكتورة وايضا اسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام تنسيت عندنا بعد يعني جندي مجهول في الحلقة صحيح دكتورة سارة الدلال سارة الدلال موجودة بعد كذلك تشاركنا في هذه الحلقة ولكن خلف الكواليس عموما مستمعين ارقام التواصل معانا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة منبتدي معاكم إن شاء الله يعني فقرات برنامجنا بالفقرة التغذوية اليوم منتكلم عن شو دكتورة خدمات إدارة التقذية السريرية هذه الإدارة اللي تقدم خدمات جريدة جدا وتساهم بشكل كبير دكتورة في صحة المجتمع بشكل عام وأيضا مرضانا في هيئة الصحة في دبي سواء كانوا للمراكز الصحية الأولية والتخصصية وحتى في المستشفيات معانا اليوم وناس كثيرة ما بعرفة بالخدمات اللي تقدمها خدماتهم جدا جميلة فحوصاتهم مهمة أنا يعني أنصح كل شخص يمر يحاول يمر على خصائيات تغذية عندنا في هيئة الصحة في دبي لأن النصايح كثيرة ممكن تغير من نمط حياتهم معانا اليوم خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي سوها نوفة صبح شاء الله بالخير سوها صبح النور والسرور حياك الله أخ محمود يا أهلا خبرين عن خدمات إدارة التغذية بداية أصعب الله صباحكم جميعا أدواء جدا صراحة برا طبعا إدارة التغذية السرورية هي من الإدارات الموجودة في هيئة الصحة في دبي والتي تقدم خدمات عدة للمجتمع والمرضى سواء المقيمين أو المرضى اللي بيزور العيادات الخارجية أو التفقيق الصحي للمجتمع بشكل عام من خلال مجموعة من الخدمات اللي بتقدمها فعند من أهم الخدمات اللي بتقدمها بالنسبة للمرضى المقيمين عندنا أخصائيات التغذية العلاجية اللي في المستشفيات اللي بتقومون في زيارة المرضى المقيمين في المستشفيات في غرصهم بتعمل تقييم تغذوين للحالة المرضية الموجودة عليها المريض وبناء عليها وبعد دراسة حالة المريض بتعطي التوصيات اللازمة لوضعهم عندنا الخدمات الإطعام برضو هاي من الأنشطة الموجودة أو المهام اللي بتقومون بإخصائية التغذية داخل المستشفيات اللي هي مراقبة الطعام اللي بيطمع من مطبخ المستشفى إلى المريض بتقيم الطعام تقدر طريقة إعداد هذا الطعام السعرات الحرارية الموجودة فيه ملاءمة الطعام لهالمريض وكيفية وصوله بالطريقة الصحوحة والمطلوبة اللي بتناسب حالة المريض الموجود في المستشفى الخدمات التصطيف التغذوي للمجتمع للمجتمع تقوم إدارة التغذية بالعديد من الأنشطة والفعاليات ومشاركة سواء جهات حكومية أو جهات خاصة المدارس في حملات توعوية تصطيفية تغذوية للناس سواء بمشاركتهم بأيام عالمية معروفة زي يوم الكلا يوم القلب أو في حملات توعوية مختلفة سواء كان بناء على طلب الجهة الخاصة أو من مبادرات الإدارة نفسها وإداء وهيئة الصحة لحوالاتها تضمن ورش عمل تثقيفية توعيوية عن الغذاء الصحي كيفية إعداد الغذاء الصحي تغيير نمط الحياة بالأسلوب الصحي المناسب إذا كانت مشاركتنا مثلا مع مجلس سبيل الرياضي ستنأخذ مواضيع ومحاضرات وورش العمل مع الرياضيين بمختلف مراحل يتناولوها هذو الرياضيين أو طلاب المدارس والأشف الأشياء التي يتنبوها من مهام إدارة التغذية أيضا أو الخدمات التي تقدمها وهو عمل ورش توعيوية وتثقيفية حتى للعاملين في هذا المجال سواء كانوا أخصائية تغذية وتطويرهم من خلال أنهم يشاركوا في ورش عمل ومؤتمرات سواء على مستوى السعيد المحلي أو التولي وحتى الطاقم الطبي سواء كانوا ممرضين أو أصباء وكافة العاملين في هذا المجال تقوم بعمل ورشة توعيوية على آخر المستجدات في مجال التغذية بما يتناسب مع حالة المرضى والمراجعين أيضا القيام بالتدريب لطلاب الجامعات التي يكونوا دارسين تغذية ويتخرجوا في سنة رابعة في برنامج تدريبي لهؤلاء الطلاب وتدريب تخريدين الجدد حتى يكتسبوا خبرة فإننا برنامج برضو تدريبي لهؤلاء الفئات جميل طيب في عندكم أجهزة يديدة بعد وآخر التقنيات التي لا يمكن أن تسميه أجيد في عنا جهاز الذي يقوم على تحليل الجهاز هذا يسميه الذي يقوم على تحليل المحترات في الجسم فهو يعطيك المراجعين يكون على الجهاز يعطيه تحليل لنسبة الدهون الموجودة في الجسم نسبة كم المفروض أنه يكون وين موضوع من نسبة اللي يسميها البي ام اي يعني وين موضوع بالنسبة للثمن هل هذا الإنسان عند زيادة كتلة كتلة الجسم بالضبط فهل هذا الإنسان عنده سمنة عنده زيادة في الوزن هو أقل من الوزن مؤشر كتلة الجسم فهذا الجهاز مؤشر كتلة الجسم يعطيك تحليل كامل لا وين تركز عندك نسبة العضل وين تركز عندك نسبة الدخون وين في عندك نقص فيها نسبة المي اللي انت بتتناولها هل هي مناسبة أو مش مناسبة بناء على هاي المعطيات احنا كمان نقدر نقرر هالآبا فعلا عنده نقص وين نرشد لبعض التمريم الرياضية وين تتركز بشكل أكبر الأطعام اللي ممكن يتناولها وممكن يتجنبها الجهاز هذا موجود في أغلب كل العيادات المستشفيات عندنا المراكز الصحية بمعدل تقريبا تقريبا تسعين عيادة في الريعاية الصحية الأولية تسعين عيادة بغضو عندنا خصائيات التغذية مناوعة في عيادات دائمة في عيادات في مراكز تكون ثلاثة أيام في الأسبوع بس كمجموع ما يقارب تسعين عيادة غير أنه يقوم في خدمة هذه ما ذكرتها لخدمة زيارة المنازل هذه يقوم فيها أخصائيات التغذية في العيادات الخارجية جميلة يزوروا بعض المرضى المراجعين لما يقدروا يجوا على العيادات يقوموا بعمل تقييم لوضعهم الصحي التغذية التي تناولوها سواء الإنبوبية أو تغذية بالمداعمات يعملونهم تقييم بشكل دوري ضمن طريق العمل التي تشتغل في العيادات الخارجية ممتاز نحن شاكري لت استاذة سهانوفا لخصائيات التغذية العلاجية في هذه الصحة في دبي على استعراض هذه الخدمات الجميلة التي تقدمها إدارة التغذية السريرية أيضا أنت نسيت خدمة مهمة أنا بقولها الجماعة عندهم أيضا توعية دائمة من خلال برنامجنا في صحة وسعادة نحن نتوجه لكم بأمانة بالشكر الجزيل على يعني مواظبتكم وأيضا تعاونكم الكبير معنا في أنكم تعطونا هذه الفقرات التغذية وهذه الأنماط الغذائية اللي بتساهم إن شاء الله في الوقاية من العديد من الأمراض شكرا جزيلا أهلا فيك أخير أهلا إذن مستمعنا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنا كان يقول ممكن تتكلمون عن حمية كيتو ما نعرض هذا الموضوع عليهم وخليهم يسوّلنا حلقة خاصة فقرة كاملة عن أنواع الحميات حتى أنواع يعني انتشرت بشكل كبير والناس قامت تستخدمها على طول قبل ما تتأكد تنفعها ولا ما تنفعها جميل يعني أنتوا في النهاية شفتم في أجهزة موجودة عندهم في دارة التغذية هذه الأجهزة تعطينا مؤشرات المؤشرات اللي في جسمي أنا تكون مختلفة عن المؤشرات اللي عند دكتورة عائشة مختلفة عن عيسى مختلفة عن كل شخص يعني أحيانا الدهون تتركز في أماكن في الجسم عندي أنا في جسمي غير عن جسم عيسى لأن المسألة يجب أن الواحد يأخذ يعني الحمية الحمية الصحة تناصبه واللي تناصبه بعد بالضبط نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل صحة وسعادة مستمعين العزاء حياكم الله مرة ثانية ببرنامج صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة لتغذمركم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي نذكركم برغامة التواصل ويانا 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 إذن 4-0-6 رسائلكم نصية وصلنا مطر في الشارج يا سلام إن شاء الله لمطار ما توقف يا رب حس الجو شوي بدأ يحر لكن هذه يعني هالزخات وهالبرود التي فجأة محليتنا أكثر جميل هيئة الصحة بدبي يعني عندها علاقات شراكة وثيقة مع العديد من الجهات واحدة من أبرز هذه الجهات هي مركز دبي للإحصاء اللي تمشي حقيقة من خلال هذه الشراكة المثالية على استثمار والاستفادة من القدرات والإمكانيات اللي يحتويها هذا المركز المتطور في تقنيات حديثة كنا عندهم الأسبوع الماضي مستمعين شفنا يعني الآليات اللي يعملون فيها حقيقة دكتور تشوفين يعني أشياء جميلة جدا المستقبل واضح بالأرقام أيضا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عمليات اللحصة شيء شيء جميل ومشرف طبعا الهيئة من خلال هذا يعني هذه الشراكة تقدر أنها توقف على الوضاع الصحية في دبي المؤشرات العامة لتجاهات المستقبلية مثل ما ذكرنا وأيضا هذه المساء اللي ممكن ترسم لنا خارطة الطريق لمستقبل القطاع الصحي الشراكة هذه مهمة جدا وأيضا يعني تساهم في تسخير الإمكانيات للوصول إلى المجتمع أكثر صحة وسعادة نحن معانا على التيلفون يعني من نتكلم عن هذه الشراكة من آخذ فكرة عن التوجهات في مركز دبي للإحصاء اللي تعزز من توجهات الهيئة معانا لسه طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء صبح كله بالخير صبح طارق صبح كله بالنور والسرور في محمود صبح صبح بالخير بالتورة صبح الخير صبح خلال هذه السويعات اللي قعدناها في مركز دبي للإحصاء يعني آثر لأن نشارك المستمعين كذلك بهذه الإمكانيات فخلنا نتكلم في البداية عن مركز دبي للإحصاء الإمكانيات والقدرات اللي يحتويها هذا المركز في البداية شكرك محمود على هذه المقدمة الصراحة بالعكس هيئة الصحافية دبي يعني من الجهات اللي نعتز ونفخر فيها ونعتز في شراكاتنا معها ومذكرة التفاهم الله يحفظك ما كانت التوثيق وتأصيل لشراكة استراتيجية قائمة حقيقة منذ سنوات والعمل والإجازات يعني تتكلم فيما يتعلق بالشراكة في المجال الإحصائي بين مركز دبي للإحصاء وهيئة الصحة في دبي ولكن نحن حاليا مثل ما تعرف قوي محمود بصادة تطوير هذه الشراكة والوصول بها إلى مناطق أبعد خصوصا فيما يتعلق باستشراف المستوى الصحي ودعم الهيئة بالمعلومات الاستشرافية التي تستطيع من خلالها التخطيط على مستويات أبعد وعلى مستويات أعلى فهذه نعتبر خطوة للأمام أو بشكل قفز للأمام إن شاء الله في شراكتنا الاستراتيجية إذا ما تحدثنا عن الشراكة بين مركز دبي للإحصاء وبين هيئة الصحة في دبي طبعا هي قائبة منذ أساس المركز وأنجزنا ثلاثة مسوح صحية المسحة الصحية المرة الدبي الأول والثاني مسحة السكري والآن نحن بصدد تنفيذ المسحة الصحية الثالث في ممارة دبي هناك ربط إحصائي بين مؤسسات الهيئة ومركز دبي للإحصاء إضافة إلى أن هناك ربط إحصائي مع مؤسسات القطاع الخاص المؤسسات الصحية في القطاع الخاص بحيث أن تدفق البيانات من ما يقارب ألفين مؤسسسة صحية خاصة إلى ومن ثم إلى مركز دبي للإحصاء هذه كلها معلومات تعكس الواقع الصحي ويستخرج منها العديد من المؤشرات والاتجاهات الصحية وكذلك أيضا استطلاعات الرأي وقياس اتجاهات المجتمع ومستويات الوعي في مختلف الجوانب الصحية أيضا من الأهداف التي رسمناها معا حقيقة لتقديم الدعم المعلومات لعمليات التخطيط وسن السياسات الصحية يمكن من الأمور المهمة التي تحدثنا فيها أو استعرضناها خلال الاجتماع الذي أشرف له أخي محمود كانت توظيف تقنيات الذكال الصطناعي لاستشراف المستقبل الصحي ومتطلبات واتجاهات مختلف المسارات الصحية في المستقبل هذا تمثل النقل النوعية خصوصا وأنها تعتمد على علم البيانات وهو علم يعني اليوم يعتبر من العلوم الحديثة والعلوم المستقبلية اللي بتحدد اللي بتحدد حقيقة المستقبل والتطور في مختلف المجالات وفي مختلف القطاعات وبيكون علم البيانات يعني بمثابة الأساس لعمليات التخطيط واتخاذ القرار ويعني كل ما يتعلق بالمستقبل بيستند على علم البيانات وتكون دقيقة في نفس الوقت والواحد عرف مستوى التطورة ما في شك ما في شك الذكاء الاصطناعي قادر على اختبار دقة المعلومات ومن ميزات ها بعد كل ما يعني مضى الوقت يزداد ذكاء يعني كل ما زادت المعلومات يزداد ذكاء هناك العديد من التقنيات يعني يمكن يصعب شرحها حاليا يحتاج الوقت طويل اللي تمكن من معرفة دقة الاستشراف مهما كان الاستشراف على مدى طويل تستطيع انك تعرف ان الاستشراف هذا مدى دقة وكم بالمية ممكن يكون في انحراف هذا كله طبعا متاح هذا انا بقول بقول شيء سامحني وابقاطعك الاشياء اللي اذكرها يا ابو كما وصلوا مرحلة يقولوا هني هذي لا بيمرضون هذي لا ما بيمرضون يعني غايد اشياء الارقاب نعم كل ما توفرت المدخلات بشكل تفصيلي اكثر وبي جودة اعلى المخرجات بتكون كذلك فالمدخلات كلها يعني بالدرجة الاولى تتاح من قبل كم انتم من هيئة الصحة صحيح نعم فنحن طال عمرك نقوم بالعمليات الاحصائية ووضع الخوارجميات والاستثمار في البرمجيات ولكن هذا كله يشتند بالدرجة الاولى على المدخلات الصحية اللي موجودة استاذ طارق ممكن تكلمنا اكثر عن المسح الصحي الميداني الاخير نذكر مرة واحدة المستمعين فيه نعم المسح الصحي طبعا هو المسح الثالث لامارة تدبي ويقيس العديد من المؤشرات الصحية اللي هي ضرورية جدا لقياس اهداف استراتيجية للقطاع الصحي على مستوى طبعا 2021 وتعتبر ايضا اهداف استراتيجية لحية الصحة هناك العديد من الظواهر الصحية التي يتم ايضا الوقوف عليها ومتابعة مدى نجاعة الاجراءات والعمل اللي تم خلال الفترة الساقة على سبيل المثال السمنة والتطخين وغيرها ويعني هناك بعض الفحوص اللي ايضا تعكف الواقع الصحي لسكان الامارة بمختلف شرائعهم وخصائصهم بحيث انه تكون كلها مدخلات معلوماتية ضرورية جدا للوقوف على مثل ما اقلت الوضع الصحي ووضع الخطط الوقائية والعلاجية اللازمة لذلك ممتاز اذن وطبعا ابعد من ذلك ايضا حتى الحملات التوعوية وغيرها تلها تستند على ندائج المسح جميل لحن انا بس بعد بضيف على كلامك سطارق ان هذا المسح مكون من هيئة الصحة بدبي وايضا من مركز دبي للحصاء يطفون على المنازل وفق شريحة تصل الى 3000 اسرة وفرد مشاركين في هذا المسح الصحي بياخدون بعض الفحوصات الطبية كذلك لكم من خلال الوزن الطول وايضا يعني فحوصات السكري والضغط وغيرها من الفحوصات هذه المعلومات مثل ما تعودنا دائما معلومات هي تستخدم فقط لغرض هذا المسح لإخراج هذه البيانات ما لها اي غرض اخر فنتمنى من جميع المستمعين التعاون مع هذا الفريق الميداني اللي بالشراكة مع مركز زبي للحصاء ونتمنى ان هذه المعلومات تجاوبون عليها بشفافية لان مثل ما قال السيد طارق هذه المعلومات يا جماعة الخير تساهم في رسم استراتيجيات الصحة في دبي خلال العوام القادمة فكل ما كانت الارقام دقيقة وكل ما كانت هذه المعلومات دقيقة وشفافة في الطرح هذه تعطينا الصورة الحقيقية اللي ممكن نرسم من خلالها الجوانب الاستراتيجية للصحة وغيرها من المسوحات يعني شو ما كانت المسوحات دارت الاحصاء ما شاء الله عندهم تعاون كبير مع العديد من الجهات الحكومية والحين ما شاء الله عليكم داخلين على القطاع الخاص كذلك هذه كلها داتابيس أو مجموعة بيانات بتساهم إن شاء الله في تغذية هذا النظام الجميل اللي شفناه حقيقة سيد طارق يعني الحن شاكري لك إذا تبغي توجه كلمة خيرة قبل ما نختم معك والله ما أزيد كلامك قوي محمود بس فيما يتعلق بالمسوح الصحيح يعني كلامك كان طريق جدا بس أحب أذكر وأكد للمجتمع أنه أي تستوفر طبعا محمية بحكم القانون هل واحد اثنين ليس لنا علاقة بوضعك أنت كشخص يعني لما نسأل أنت تمثل شريحة من المجتمع لأن المسح غطي عينة ممثلة من المجتمع فالموضوع ما لعلاقة لا بملفك الصحي ولا بأي شيء من هذا القبيل إنما هو الاستخراج المؤشرات الإحصائية الصحية يعني أحيانا ممكن حد يتحرج أنه يكشف أنه يدخن مثلا يعتبر معلومة سرية مثلا يتحرج من أمور معينة تتعلق بالوزن يعني هذه كلها أمور نعتبرها معلومات ليست شخصية إطلاقا إنما هي عينة من المجتمع تمثل المجتمع تم سحبها بناء على منهجيات إحصائية علمية وسيتم تكبيرها لتمثل المجتمع يعني النتائج لا تطلع لا بأسماء ناس ولا بهويات ناس هذه ما لنا علاقة فيها ولكن بتطلع على شكل أرقام ومؤشرات على مستوى المجتمع ودائما حقيقة نشكر هيئة الصحة في دبي على حرصها على التخطيط واتخاذ القرار بناء على معلومات وبناء على أسس علمية نفخر بهذه المؤسسة نفخر بهذا الشريك نفخر بالأمل معاكم وإن شاء الله الله يقدرنا نستطيع أن نقدم ولو شيء بسيط من طموحكم عارفين أن طموحكم عالي جدا ونسأل الله التوفيق طموحات واحدة ساطارق الجناحي ناب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصان شكرا لك وقتك وكل الشكر لجميع العاملين في هذا المركز المتميز شكرا جزيلا وعليكم شكرا شكرا إذن دكتور السثمار قدرات مركز دبي للإحصان في القطاع الصحي كان هذا موضوع الرئيسي اللي كنا فيه الأسبوع الماضي وكان يعني هناك بعد ذكر الاتفاقية ساطارق اللي وقعت ما بين هذه الصحة دبي ومركز دبي للإحصان يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله هناك يعني الكثير من المبادرات القادمة ما بين ستثمر عنها يعني هذه الشراكة فإن شاء الله يا رب يعني إن شاء الله والمسح الصحي نفس ما قلت أنه مستمر لنهاية الشهر إن شاء الله فنرجو من الجميع التعاونوا ياهم والتخاذب شفافية ومصداغية هذا المسح الصحي نقطة بسيطة ما بين الشراكة اللي بتكون إن شاء الله فيها الكثير من المعلومات واللي بتخدم في النهاية دكتورة تخدم المجتمع وتخدم الناس تخدم المجتمع وتخدم الناس جميل نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن شو تعرفين عن شو بنتكلم نتكلم عن مركز دبي للسكر إن شاء الله عبدالله جمعة مدير الشؤون الإدارية المركز دبي للسكري فاصلوا راجعين صحة وسعادة استمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة نذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 نفس ما قلنا لكم قبل ما نطلع الفاصل إن شاء الله فقرتنا بتكون عن مركز دبي للسكري نحن عارفين من أكثر الأمراض المنتشرة عندنا وفي معظم البيوت الحين بالنسبة للمرض السكري مرض السكري الواحد يقدر يتحكم ينظم بعد يحتاج التيم كامل يعني مجموعة كاملة لمتابعة هذا المرض سواء من طبيب بالنسبة للتحاليل الطبيع مسؤول التغذية الخدمات العلاجية التثقيفية زي يعني عيبني تعبير لواحد من المصابين بهذا المرض كان يقول يا أخي مرض السكري عبارة عن شو عبارة عن شغلة تساعدك إن كنت تعيش حياة صحية تساهم في عملية إن كنت تعزز أنماط الحياة الصحية موجودة فقبل الله يعني الواحد يوصل لهذه الأمراض ممكن أنه يقي نفسه يقي نفسه باتباع باتباع أنماط الحياة صحية عموما موش هذا موضوع موضوع ننحن الرياضة العالمية اللي حققها مركز سبيل السكري هذه الرياضة مايت من طراغ أكيد في كثير من الجهود اللي يعني موجودة في هذا المركز للأمانة يعني أنا دائما أقول شعاتي مجروحة في هذا المركز بحكم دكتور أن هم يتناولون كل شيء خص المرض السكر هي يعني حتى الأمور النفسية بعد كذلك عندهم ناس معنيين معني فيها خصائيين عشان يعودون الشخص على أن يتعامل مع هذا المرض يعني مركز متكامل بكل حيثيان نحن ليش نرمس عن المركز وراعي موجود صح عبدالله يمع مدير الشؤون الإدارية في مركز بيت السكري أو شي صبحك الله بالخير أخوة عبدالله النور والعافية أخوة محمود ودكتور عاشة يعني نحن المستمعين يمكن يحسون أننا نحن واحد نتحيز حق المركز ولكن لأن الخدمات اللي فيها خدمات جميلة نفتخر فيها ووصلت يعني مكانة عالمية للأمانة فخلنا نتكلم عن المقاومات اللي اللي وصلت هذا المركز مركز بيت السكري لهذه المكانة العالمية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أخوة محمود يعني كفيت وفيت أنت والدكتور عاشة عن يعني أول شيء مثل ما تفضلت الدكتور عاشة أن مرض السكري اليوم يعني من الأمراض المزمنة ونسبة كبيرة يعني فيها في البلد ولكن أنا يعني من خلال عملي في مركز دبيل السكري يعني وإذا قابلت يعني شخص يعني تم تشخيص أنها مصاب بالسكر دائما أحب أن أعطي أمل لأن الحقيقة هناك علاج يعني إذا الشخص يبقى يتعالج يعني إحنا دائما نقول نسبة كبيرة من يعني علاج الإنسان هذا وإدارة حالته في إيد الإنسان نفسه أما نحن مجرد يعني ندعم الشخص هذا بالمعلومات وبالأدوات اللي يحتاجها ويساعده يعني يدير حالته بشكل يعني جيد طبعا مثل ما ذكر أخي محمود يعني مركز دبيل السكري اليوم يعتبر من المراكز الرائدة المتخصصة العالمية في الشرق الأوسط كمركز متكامل مثل ما ذكرتي دكتورة يعني في كل الخدمات اللي يحتاجها الإنسان اللي مصاب إدارة السكري ولكن نحن يعني أهداف المركز هذا وبعد نظر المركز ليس فقط علاج وإنما نحن اليوم لا بد أن نتأكد أن أي شخص يراجع في مركز دبيل السكري أن المفروض أنه يعني لا يصاب بمضاعفات إداءة السكري مثل ما تعافيني الدكتورة اللي هي أصلا يعني تهدد حياة الإنسان للخطر مستقبلا فالبرنامج العلاجي يعني السؤال اللي هو تم وضع المقاومات شو هي المقاومات مركز دبيل السكري اللي خلت اليوم يعني تقريبا عشر سنوات أن المركز يكون رائد وسنة حصل يعني حصلنا نحن خلال الفترة هاي ثلاث اعتمادات دولية وليس فقط الاعتمادات هاي على مستوى دبي أو على مستوى الإمارات أو الشرق يعني أو الدول الخليج بل أن على مستوى الشرق الأوسط كأول مركز والوحيد من نوعه يعني مركز متكامل ومتميز في علاج داء السكري والاعتماد الثاني أنه أيضا مركز عالمي معتمد عالميا أنه مركز تثقيفي وتعليمي للإنسان لمصاب بداء السكري والاعتماد الأخير اللي حصلنا عليه مثل متعافين دكتور اللي هو الجي سي آي فطبعا عندنا نحن مقومات كثيرة الحقيقة أن يعني مركز دبي للسكري اليوم يعتبر مركز رائد ومركز عالمي ومتميز ومتخصص ليس فقط في علاج وإنما إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري مثل ما ذكرته يعني نحن ناخذ الحالة ونديرها من جميع الجوانب سواء الجانب التشخيصي اللي هو مسؤولية الطبيب الجانب التثقيفي اللي هو كل ما يخص يعني كيفية وآلية أخذ الأدوية سواء أدوية أو يعني مستلزمات أو أجهزة يعني حديثة أو برامج بنتكلم عنها إن شاء الله يعني قليلا وأيضا دور التثقيف الصحي ودور أخصائي العنايب القدم فحص شبكية العين أخصائي التمارين الرياضية وأيضا دكتورة اللي هي تعتبر الجانب النفسي اللي هو أيضا مهم جدا في حياة الإنسان المصاب بداء السكري بحيث أننا نحن نتأكد أنه ماخذين يعني أو مهتمين بجميع الجوانب طبعا أحب أني أذكر يعني من الأشياء الأساسية والمقاومات الأساسية هو أصلا يعني اللي هو فريد من نوعه البرنامج العلاجي اللي تم وضعه أصلا في مركز دبيل السكري اللي هو غير موجود في أماكن كثيرة لا في الخاصة لا حتى ولا في العام برنامج متكامل بحيث أنه يخلق الإنسان أو المريض اللي راجع في مركز دبيل السكري بأنه يتم متابعته مع فريق طبي متكامل مثل ما ذكرنا يعني يتابع من فريق طبي متكامل ليس فقط مع الاستشاري الشيء الثاني أنه نحن كل مرضان يتم متابعته من قبل استشاري غدد صماء وسكري ما عندنا أقل درجة من ناحية الدرجة الطبية فكل مريض مثل ما تعرفين دكتورة يتم متابعته مع أخصائي أو استشاري غدد صماء وسكري وكل دكاترتنا طبعا عندهم البورد الأمريكي بالنسبة للعلاج السكري الفحص الأساسي اللي هو مهم لأي طبيب أو أي شخص يعالج الإنسان هذا اللي هو مثل ما تعرفين دكتورة فحص السكر التراكمي نحن في مركز دبيل السكري خلال ست دقايق أربع إلى ست دقايق يحضر المريض وقبل لا يدخل عنده الدكتور الدكتور يكون عنده كل الفحوصات اللي يحتاجها بالإضافة وهو أهم فحص فحص السكر التراكمي غير أنه في العيادات الثانية أو المستشفيات أو العيادات السكري يحتاج 48 ساعة ففيه فرق شاسع يعني أربع إلى ست دقايق إلى 48 ساعة بحيث أنه يتم تشخيص الإنسان هذا التشخيص صح في نفس الوقت يعني يحضر المريض إلى مركز دبيل السكري المقارنات المعيارية كون أن مركز دبيل السكري مركز معتمد ثلاث اعتمادات عالمية فنحن بشكل دوري كل المؤشرات الأداء اللي موجودة عندنا يتم اعتمادها بشكل دوري ومقارناتها المعيارية مع المنظمات العالمية ونحن دائما طبعا الإجراءات والسياسات اللي مؤتمدين فيها من أول يوم تم افتتاح المركز في 2009 مع المنظمة العالمية الأمريكية فهي أيضا من المقاومات الأساسية والمهمة اللي موجودة لنا اليوم في مركز دبيل السكري أهم شيء أننا نحن الاستمرارية والمتابعة مع المريض أيضا جانب حيوي مهم لأنك عارفين دكتورة أنت مرض السكر أصبح نمط حياة وأنا دائما أقول أنه يعني ممكن علاجه بشكل كبير جدا مثل ما ذكر أخوي محمود مع قصة صاحبة أنه يعني علاج متوفر ونسبة كبيرة من نسبة العلاج والإدارة عند الإنسان فنحن دورنا كمركز دبيل السكري ندعم هذا الإنسان بحيث أنه نعطي كل الأشياء اللي يحتاجها كل المعلومات كل المعدات بحيث أنه يكون قادر على علاج نفسه بشكل ذاتي طبعا هاي كل الأمور تقريبا اللي يعني اللي تخلي اليوم أو المقاومات اللي تخلي مركز دبيل السكري مركز متكامل ومركز يعني متميز ومركز عالمي الحقيقة الحمد لله أستاذ عبدالله نحن عارفين الآن السكر ما بس بيصيب فئة معينة من المجتمع حتى الصغار أو الأطفال جزء يعني يكونوا مصابين بداء السكر شو عن رعاية الأطفال مصابين بداء السكر في مركز دبيل السكري عيادة الأطفال طبعا نحن أول عيادة متكاملة موجودة في مركز دبيل السكري مصغرة طبعا عيادة الكبار ما أخذي يعني يحيز أكبر من ناحية العلاج ولكن الأطفال أيضا نحن يعني يمتم افتتاح مركز أو عيادة الأطفال في المركز نفسه أصرينا بأنه يكون أو تكون العيادة متكاملة أيضا يعني عندنا دكتور شادي واستشاري قدرة الصماعي السكري البورد الأمريكي طبعا هاي من ضمن معايير المركز وأيضا معه الفريق العمل يعني عندنا أخصائية تغذية خاصة فقط لتغذية الأطفال المصابين بداء السكري عندنا أخصائية التثقيف الصحي خاصة للأطفال المصابين بداء السكري لأن فئة الأطفال مثل ما تعرفين دكتورة فئة يعني حساسة والأعمار مختلفة ممكن يكونون يعني صغار جدا وممكن يكون يعني وسط العمر وممكن يكون حتى مراهق صح فنحن العيادة تأخذ الجوانب هاي كلها بعين الاعتبار ليس فقط علاج وإنما أيضا نفس الكونسبت يعني له إدارة حالة الطفل من جميع الجوانب طيب دكتور سامحيني دكتور لأن في مجموعة السلة اللي يبغي جدد حياته عليه بربع حريم صالحات لا سكر ولا ضغط ولا أمراض نفسية كانت رومية هاي هاي يعني هذي اللي يطرشون لمسجات شده ها قلهم يلا داخلها جميلة هاي هنزين هني في ملاحظة دكتور أستاذ عبدالله يتحدثون عن خصوصية المرضى هني يمكن أنا بقرر رسالة مثل ما هي من باب الشفافية ولكن ما أدري يمكن هذه حالة ما بترك لك الإيجابة يقول أنا زرت مركز السكري ما شاء الله ما عليهم ملاحظات بس شوية أشياء حبيت مدير المركز يسمع أن الدخاطرة بشكل عام ما يحافظون على سراك المريض مثال إذا سرت إذا أنا سرت ودخلت على أي دكتور منهم تغذية أو أي حد ثاني وعطيتهم رقم زوجي أو أي حد من العائلة والله لا يخبروني كل شيء يخص المريض وهذا لا يجوز لأن كل مريض أسراره بينه وبين المريض فقط منه ما كان صلة القربة للمريض المفروض ما يخبروني شوفي إلا بوجود المريض نفسه أرجو تنبيه الموظفين والطبيب هناك وشكرا الشيء الثاني أنا عندي موعد هناك ليش يطرشون تأكيد الموعد حق حد ثاني في العائلة يأكدون موعدي فأنا سير هناك لأن هذا الشيء يخصني أنا فقط أنزي بالنسبة لقوانين الخصوصية هذه قوانين معتمدة عندنا في جميع الأمور وأيضا في شغلات معينة حتى ما بين الزوج والزوجة كذلك الدكتور ما يطرحها إلا إذا ارتأ أن المصلحة العامة تنطرح بهذا الشكل تعليقك أستاذ عبد الله بالنسبة المداخلة الحين نحن في مركز دبيل السكري طبعا مثل ما ذكر أن كل مريض له خصوصية ومستحيل يعني مثلا طبيب بيتكلم عن يعني معلومات شخص آخر وهو ما لأي يعني سبب في الموضوع ولكن نحن كمركز دبيل السكري عنا آلية واضحة جدا كل مريض يعرفها أنه فيه نظام يعني مربوط بين الدكتور وبين الأخصائي التغذية والتضطيف الصحي وشبكية العين والعناية احتمال يكون يعني مثلا يوم طلع من عنده الدكتور وسار عند الشخص الآخر اللي هو فريق الطبي الآخر وتكلمه عن النقاط اللي تكلم فيها الدكتور أنه يشوف النقاط وشوف التقارير هاي فهو حس أنه يعني ليش أنه شخص آخر يعرف عن حالته هذا جانب الجانب الآخر أنه يعني ذكرني أخي محمود شو كانت النقطة الثانية أنه لماذا التصليم فيه الموعد لماذا تبعثون على الرغم هذا موضوع بسيط أنه ممكن تتواصل معهم أنه يشيرون الأرقام اللي مو موجودة على السيستم أنا بعطيك تتعرفون المستمع مستمع ومستمع ما أدري يعني بعطيك تتعرفون إن شاء الله زين بعطيك تتعرفون عيسى يصار أخفضني يقول خلص الوقت معقول ما شاء الله فعموما نحن يعني البرنامج دائما نقول للمستمعين للناس عبدالله بعدها مضايج إن الوقت خلصيه وائد أشي ما قلناها لكن زين هذا عسب طولت في المقدمة عسن صديفك يعني الأيام اليوم نتكلم بشكل أكثر عن المبادرات المستقبلية عندكم وأيضا الأجهزة والتقنيات الذكية القادمة ساذ عبدالله يمعى مدير الشؤون الإدارية في مركز بيس السكر نحن شكري لك الله يبارسي شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا لك دكتورة عايشة البسطي ما قصرتي شكرا لميرا لغفري كانت معنا في التنسيق وشكرا لعيسى سبيل شكرا جزيلا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف ونلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة